السلام عليكم عزيزي الطالب وحلقة جديدة من تدريس اللغة الإنجليزية وياك طالب الثالث متوسط معلومات مهمة جدا لليونت الثاني grammar قواعد فخليكو يا عزيزي الطالب قبل لا أبدأ بالgrammar قواعد لازم تعرف أنه like والdislike والhate don't say love enjoy والlove هذه أفعال يأتي بعدها فعل يحتو على ing هذه الأفعال لازم أنت تنتبهه لها بس لازم قبلها شي يكون يكون فاعل شنو يعني فاعل يعني i, he, she, you, they أفعال سواء كان ضمير أو كان اسم يجي بعدها أحد هذه الأفعال like يرغب dislike لا يرغب hate يكره don't love لا يحب enjoy يتمتع love يحب هذه الأفعال إذا انتبهت لها يجي بعدها فعل bing شون يجيك بالامتحان هالشكل يجيك بالامتحان اختيارات i like watch watching tv اختار الفعل بing زين انتبه هنا قبل لا أنزل لك بالتفضيل خليني أاخذ لك الدعوة invitation دعوة invitation زين الدعوة عبارات would you like to عبارات would you like to طبعا هاي دائما تجي بالامتحان الوزاري يخلو لك بين قوسيا would you بس would you انت حتعرفها مثل invite your friend مثل منشوف العبارة كلمة الأولى هاي يعني هو يريد الدعوة يخلي لك بين قوسيا would you وانت تكملها would you like to فعل مجرد وتكمل او عندك are you free هل انت حر يعني ما عندك شي on قاتب لك هنا الزمن الايام شنطيك ايام الاسبوع مثلا are you free on friday هاي انت يعني حر بالجمعة friday are you free on مثلا evening بالمساء مثلا انت ما عندك شي فare you free يجي بعدها ظروف للزماء shall I عبارة تجي كهم بالدعوة وراها يجي فعل مجرد هو اذا انطاك بين قوسيا انت تطبق عليه ما انطاك بين قوسيا انت براحتك واكثر شي يجي with you شون يجي السؤال هالشكل هو اهم شي كيف يأتيك السؤال invite your friend ادعو صديقك to play tennis للعب التنس هو اكثر شي يجي لحفلة لعيد ميلاد birthday party wedding زواج فيطيك بين قوسيا هو would you انت تطبق would you like to وتروح للفعل مالتك تكمله بس هذي شنو هذي الدعوة هذي الدعوة مهمة تجيك دائما بالوزار وايضا بالشهر شهر شهر الثاني تجي مية بالمية زين هنا شنو هنا عند preference اللي هي التفضيل عبارات i'd like i'd love would you like هذي عبارات جدا مهمة يجي بعدهن حرف preposition حرف جر وراها فعل مجرد لأن to وين ما تكون خلي بالك يمه دائما يجيو وراها فعل مجرد فأنت إذا شوف كلمة preference من وحدك تحفظ عبارات i'd like i'd love وdo like بعدين حرف جر two بعدين فعل مجرد زين كيف يقت السؤال وقلت لك أهم شي أنت تعرف طريقة السؤال شلون تجيك يعني أنت حفظت العبارات حفظت وراها two حفظت وراها انج دير بالك هذين الوحيدات يجيو وراها two بس لازم تعرف طريقة السؤال شون تجيك لأن القواعد الجرمار يجيك أي وبي أي سؤال جواب وبي اختيارات استخدم use i'd love to express your preference playing football شوف استخدم لتفضيل راح تقول مدام مطيك هو بين قوسين أوكي نزلها i'd love بعدين تروح للبلاين تحط two خسب القاعدة مالتك two وتروح للبلاين توخر ing مرات ما يجي كيتي يجيك اختيارات مثل i'd like وتاخذ وراء to go logo logo وانت تختار صاحبة الحرف الجر تعال خلنشوف موضوع ثاني هنا سجسشن اللي هو الاقتراح موضوع جدا مهم ويجو يبقى وياك ثالث وعدادية عن حد السادس اعدادي i'd rather why not let's تلك العبارات هذان الفريسيز يجو وراهن فعل مجرد بدون to انتبه التفضيل يجو اياهن to الاقتراح ما يجو اياهن حرف الجر to i'd rather why not or let's وراهن بس حرف فعل مجرد بس how about الوحيد اللي يجو هفعل بing وهم الشون رح يجي طريقة السؤال هتيجي هنا make suggestion for your brother about where to spend the holiday اقترح الاخوك وين ترحون بالعطلة spend تصرف او تقضي the holiday العطلة ومضيك هنا how about وحنا نعرف how about هي الوحيدة اللي تاخذ فعل bing فتنزل how about ومن يمك اي شي تكتب بس المهم يكون بing how about going to اربيل خلينا نروح الاربيل شوف هذا الاقتراح مالتك اهم شي اي شي تريد تحتي playing writing reading going بس اهم شي يكون الفعل بing طبعا هاي الhow about هي الوحيدة اللي بها ing الباقي مجرد فعل مجرد ما تخلي لا to ولا ing بس مرات تجيبونها الىك اختيارات مثل i'd rather go going to go انت تختار الgo فعل مجرد تجيك let's وراها go تجيك بين قوسيا let's مو how about let's go مو going let's going لان let's تجيو وراها مجرد الوحيدة how about تجيو وراها فعل bing تجيو تعالوا خنشوف الموافقة والعدم موافقة على الاقتراح هنا مطيتك ملاحظة لان مرات بالوزارة يجيك وافق او ارفض يعني هو مطيك العبارة مثل why not go to arbyl ويريد منك الموافقة ورفض فخلي ببالك خاف يجيك accept agree يعني وافق تقدر تقول yes let's مثلا let's go to arbyl yes let's نعم دعنا اذا شفت كلمة accept او agree اذا شفت refuse disagree يعني لا توافق تقدر تقول no i can't او no i'm busy انا مشغول او no i'd rather not يعني حتى لو ما تكتب no i'd rather not تقدر تكتب هاي العبارة هذي اذا اجدتك accept agree refuse disagree وافق او لا توافق لان دائما يجيبونها بالامتحان الوزاري ينطون اكم العبارة ويردون منك الجواب شكرا لك عزيزي الطالب وياك الستناد عبد الرضا واليونت الثاني بالتوفيق يا رب